اكد وكيل وزارة الخارجية السيد عبداللطيف عبدالله على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية وضمن الحدود التي تم الاتفاق عليها عام سبعة وستين وبرك وكيل وزارة الخارجية خلال احتفال السفارة الفلسطينية لدى مملكة البحرين بالذكرى السابعة والعشرين لاعلان قيام دولة فلسطين الخطوات الايجابية والتاريخية التي حققتها دولة فلسطين والانجازات الهامة خلال الاونة الاخيرة ومنها وجودها كمراقب ضمن الامم المتحدة وانضمامها الى منظمة اليونسكو ورفع العالم الفلسطيني بالامم المتحدة واضح وكيل وزارة الخارجية ان حرص مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تأكيد الحقوق الفلسطينية كان واضحا وجليا على الدوام في كافة المحافل الدولية وكان اخرها القمة العربية مع دول امريكا الجنوبية والتي عقدت بالمملكة العربية السعودية وتم خلالها التأكيد امام الدول التي حضرت المؤتمر على هذه المطالب وشرعيتها من جانبه عبر السفير الفلسطيني لدى مملكة البحرين طاها عبدالقادر عن شكر القيادة الفلسطينية وشعب الفلسطيني الى مملكة البحرين قيادة وشعبا على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني كما عبر عن شكره وتقديره الكبيرين لمعالي وزير الخارجية على التواصل الدائم مع القيادة الفلسطينية وتنسيق الجهود في المحافل العالمية والإقليمية ولرعايته لسفارة دولة فلسطين في المملكة بشكل خاص ومميز